بصراحة يعني متحمسين جداً ومتشوقين قوي لبطولة دوري أبطال لأفريقيا بإذن الله السنة دي إمبارح مباراة مهمة جداً وألف مليون مبروك طبعاً لجمهور النادي الأهلي الكبير والعظيم واللي كان حاضر في مورات الأمس وكل جمهير الأهلي في كل مكان انتصار وخطوة أولية مهمة جداً قبل مورات القياب النتيجة جيدة 2-0 على فريق سانداونز نتيجة حلوة جيدة نسبياً قبل مورات العودة انت بتلعب فريق كبير أوزة فريق سانداونز إمكانيات ممتازة مدير فني رائع لعبين عندهم يعني إمكانيات فنية رائعة جداً جداً فالنتيجة كويسة جداً بخصوص المباراة الأمس وتقدم النادي الأهلي يعتبر في شوت أول بنتيجة 2-0 في انتظار الشوت الثاني ومباراة العودة هناك في جنوب فريقيا بإذن الله واللي بيستعدي لها النادي الأهلي بكل قوة لكن في إيجابيات كتير جداً من مباراة الأمس أولاً أنت رضيت اعتبارك حتى لو يعني إيه جزء قبل مباراة القياب لأنه خلينا منتفقين مع بعض أن الأهم أن أنت تتأهل رضي الاعتبار بشكل كامل هو التأهل على حساب فريق سانداونز اللي أقصى النادي الأهلي السنة اللي فاتت من نفس الدور بنتيجة كبيرة فالكل بيسعى والكل بيشتغل على هذا الهدف مسؤولين في النادي الأهلي جهاز فاني لعبين من خلال مباراة الأمس كان روح عالية جداً ودي كانت سمة أساسية في المباراة واللي قدت بشكل كبير جداً لفوز النادي الأهلي في مباراة الأمس بنتيجة 2-0 في البداية ورضو عايز أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي ومجودات العظيمة اللي هم عملوها بخصوص نقل مباراة الأهلي وصنداونز من أستاذ السلام لأستاذ القاهرة عشان يبقى العدد ده موجود 30 ألف طبعاً إحنا بنتمنى أن العدد دايماً يكون أكتر من كده لكن 30 ألف في الحقيقة أمبرح كانوا كلهم كلهم بيشجعوا النادي الأهلي على مدار 90 دقيقة بشكل كامل ما بطلوش الناس ما زهقوش ما تعبوش خالص تشجيع قوي على مدار المباراة الشوط الأول قال الأهلي ما كانش موفق شوية أو الأهلي ما كانش في الحالة المطلوبة لكن الشوط الثاني أداء مغير تماماً كل ده بدعم الجمهور ومسندد وتشجيع الجمهور اللي حراركوا شايفين صوروا على الشاشة دلوقتي فبالتالي أكيد فوز مهم وإن شاء الله بإذن الله مش عايز أقول إنه هو فوز مريح لأنه أنت بتلعب معنات كبيرة زي سانداونز طبعاً مش فوز مريح لو كانت ألاتها كنا نقدر نقول إيه يعني مبروك لكن إحنا برضه إن شاء الله بإذن الله حنبرك لوعد بإذن الله بإذن الله يوم الحد اللي جاي في حلقة كلام في الميديا بعد ما نحسن من تأهل من جنوب أفريقيا يوم السبت بإذن الله تعالى طبعاً كل شكر لإدارة النادي الأهلي والمجهود اللي عملوه بنقل المباراة من أستاذ السلام لأستاذ القاهرة لأن ده كان ليه مفعول السحر بشكل كبير جداً سواء في حجم الأستاذ وإن هو أستاذ مرعب لكل المنافسين أو في عدد الجماهير زي ما اتكلمت مع حضراتكم بالتالي دور الجمهور النادي الأهلي كان عظيم جداً وكما هو المعتاد دايماً بيكون العنصر الأساسي فوز النادي الأهلي بأي مباراة لكن بخصوص لعب النادي الأهلي في الحقيقة عملوا أداء جيد بالتحديد الشوط الثاني يعني شفنا النادي الأهلي بشكل مغاير تماماً عن الشوط الأول ما كناش وحشين على فكرة الشوط الأول يعني كنا كويسين لكن ما كانش فيه فرص حقيقية على المرمى ما كانش يعني فرقة سانداونز برضو فرقة إيلة كانت مقفلة بشكل كبير جداً كل ما فتح اللعب عندنا في النادي الأهلي هم قدروا أن هم يلعبوا عليها بشكل جيد لكن الشوط الثاني الأهلي قدر أنه يحرز هدفين مهمين جداً في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتحديد في مباراة الزهاب أمام سانداونز وخليني أقول لحضراتكم إحنا لحد دلوقتي ضمن المرشحين للفوز بهذه اللقب طبعاً التمن فرق في بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي في دوري الثمانية كلهم مرشحين للفوز باللقب بيفرق كلها كبيرة وأسماء كبيرة جداً لكن بإذن الله تعالى لو الأهلي تخطى عقبة سانداونز هيبقى المرشح الأول للفوز بهذا اللقب بإذن الله لما أنا تخطى عقبة سانداونز ليه؟ لأن أنت بتلعب تقريباً تقريباً تفرجت على كل المشاط في الدور ده لأنها كلها مباراة كبيرة وأكيد كل حضراتكم اتفرجت على هذه المباراة لكن من خلال المتابعة فريق سانداونز هو أتقل فريق في الدور ده أصعب مباراة هي المباراة اللي على النادي الأهلي مع سانداونز فأنت بإذن لما تتخطى هذه العقبة وتقدر تسعت من هناك من جنوب أفريقيا اعتبقى المرشح الأول بإذن الله تعالى للفوز بهذا اللقب مش عايزين نفكر في البطولة دلوقتي خالص على قد ما احنا نفكر في اللي تحت رجلين اللي قدامنا إيه؟ احنا خلصنا ورات الذهاب نأصلنا مباراة العودة ناخدها خطوة خطوة زي ما متعودين دايما من نادي الأهلي من الجاز الفني واللعابين ناخدها خطوة خطوة كده المباراة الأولى 2-0 المباراة التانية كيد فيه استراتيجية معينة سيناريو معين بيرتب ليه مستر ريني فايلر في كيفية التعامل مع فريق سانداونز في ملعبه ملعب صعب جدا وشوفنا الأجواء السنة اللي فاتت أجواء صعبة قوي لكن إن شاء الله بإذن الله رجالتنا الجاز الفني قادرين ان هم يتعاملوا مع هذه المباراة وقادرين يفرحوا جمهور النادي الأهلي فرحة مؤقتة بالتأهل الفرحة الكبيرة بإذن الله هتكون باللقب اللي احنا هننتظره مع نهاية البطولة خصوصا إن احنا شفنا أبطال في الشوت التاني وشفنا لعبها بمستويات عالية جدا